طبعاً تعدد شركاء لأنه من 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 مصلحة الجزيرة أنه تعدد شركاء باش كون تنافسية لأنه طبعاً السوق لما واحد يحتكره راح تشوف طبعاً عملية احتكارية موجودة بالسوق ولكن بالمقابل لما تكون طبعاً عدة مركات عالمية راح نشوف منافسة شديدة وهذه المنافسة من شأنها طبعاً تخفض الأسعار في المراحق قدمها لأنه لما تكون طبعاً واحد شارك واحد يفرط طبعاً الأسعار اللي يحبه ولكن لما تكون كاي منافسة راح تعطينا طبعاً أكثر سواء لي اختيار نوعية مش معقول تقول لي شركافيات فقط وجديفيات ولكن ما تعطينيش فرصة أنا نحب بلك البنز أنا بلك هذا كي يحبي مركة واحدة من حق المواطن أنه يكون يكون عنده الحرية في اختيار نوعية سيارة إلى جانب طبعاً نحتاج للمراحل القادمة مش فقط أنه نستورد سيارات نحتاج إلى انتاج السيارات ونحتاج إلى خلق مؤسسات طبعاً نشطة في هذا المجال بالنسبة للمؤسسات المناولة القدرة هذه المؤسسة على تنشيط طبعاً هذا السوق الوطني وتنشيط معدل اندماج وراح نشوف ونحكو ممكن طبعاً نحكو علىها معدلة اندماج وعلاقتها طبعاً بالعملية الانتاجية في المراحل القادمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر